موسيقى وزيرة تعليم العلي والبحث العلمي والابتكار عبدالاطف ميروي وأكدوا أن حامل شواهد الباكالورية القديمة لهم الحق في إتمام مسارهم الدراسي بقوة الدستور والقانون الإطار للتربية والتكوين وأن الشواهد والديبلومات لا تتقادم في الأردن لغز دوران الأغنام حول نفسها يتكرر ووزارة وزرع الأردنية تصفه بسلوك أمومة طبيعية أما في رياضة يوسف نصيري لعب المنتخب الوطني المغربي يؤكد أن مباراة ثمن نهاية ضد المنتخب الإسباني لن تكون سهلة على الإطلاق والمشموعة عازمة على مواصلة المشوار في كاس العالم قطر 2012 عمتم مساء مشاهدين نشرة أخبارية جديدة من كاب 20 كتخ بطنجا أهلا بكم نبدأ النشرة من المغرب حيث صلط رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمسي الجمعة بالدار البيضاء الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال نهوضي بحقوق المرأة لا سيما خلال العقدين الماضيين وفي معرض كلمتي عبر تقنية تناظر المرء خلال افتتاح دورة الخامسة لمنتدى مغرب اليوم المنعقد تحت الشعار المرأة فاعل قوي في تنمية بالمغرب أشرخ نوش لأن الملك محمد السادس ما فاتئ منذ تربعه على العرش يجري إصلاحات لمنح المرأة المكانة التي تستحقها في المشمع وذكر رئيس الحكومة في هذا الصدد أولا بإصلاح مدونة الوسرى سنة 2004 متبوعا بإصلاح أو الإصلاح حد سوري سنة 2011 مشددا على أن المرأة أصبحت حاضرة اليوم بقوة في المشهد السياسي أشر في هذا السياق إلى أن الحكومة الحالية تضم ست وزيرات مقابل وزيرة واحدة سنة 2016 مما يضمن للنساء الوصول إلى السلطة وصناعة القرار نبقى بالمغرب حيث أكد وزير التعليم العلي والبحث العلمي والابتكار عبد لطيف ميراوي أن حاملي شواهد الباكالوريا القديمة لهم الحق في إتمام مسارهم الدراسي بقوة الدستور والقانون الإطار للتربية والتكوين مشددا على أن شواهد والديبلومات لا تتقادم غير أنه برر الإجراءة التي تقدم عليها الجامعات بالتسجيل حاملي الباكالوريا الشديدة فقط بالاكتضاد أوضح ميراوي في معرض جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب حول هذا الموضوع المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أن الدبلومات العلمية والمهنية لا تخضع من التقادم كما هو منصوص عليه في المادة الرابعة والثلاثين وأن الوزارة تعمل على تعبئة كافة الوسائل المتاحة من أجل تيسير ولوج حملة الباكالوريا لمختلف الأسلاك المعرفية بالمؤسسات الشامعية بالرغم من محدودية الطاقة السعابية لهذه الأخيرة وبرر الوزير ما تقدم عليه الشامعات من الشراط باكالوريا شديدة لأولوشها بشكل أو بمشكل الاقتضاد محدودية الطاقة السعابية قال بهذا الخصوص أن التزايد المستمر لعدد حملات الباكالوريا وإقبالهم على الدراسات الشامعية خاصة المنقنة باللغة العربية قد أفضى إلى اقتضاد على مستوى المؤسسات الشامعية ذات الاستقطاب المفتوح مما يحتم على هذه الأخيرة أعطاء الأولوية في التسجيل إلى حملات الباكالوريا الشديدة على أن تتح الفرصة للتسجيل في مرحلة ثانية بالنسبة لحملة الباكالوريا برسم السنوات السابقة في تونس قال الأمين العام للاتحاد العام تونسي للشغل إن تونس مقبلة على انتخابات لا لون ولا طعم لها وأن الانتخابات المزمعي تنظيمها يوم السبع عشر من دجنبر الجاري جاءت وليدة دسور غير تشاركي ولا إشماع عليها كما جددت حركة النهضة التونسية أمسي الجمعة موقفها بمقاطعة الانتخابات مشيرة إلى أن الانتخابات التشرعية المقبلة تشكل خطرا على مؤسسة الدولة في ظل برلمان منزوع صلاحيات وفاقد للشرعية واستنكرت الحركة استمرارها وقالت إنه تحريد وسهداف ممنهج وإقصاء للخصوم السياسيين عبر ملفات أمنية بتهم ملفقة وكيدية من قبل ما وصفتها بسلطة الانقلاب وقال المتحدث اليوم السبت إن الوقت قد حان لتعديل حكومي ينقذ ما تبقى بعد انغلب الغموض على الحكومة الحالية مشيرا إلى أن تونس باتت تعيش وضعا خانقا كما أكدنا الاتحاد لم يعد يقبل بالمسار السياسي الحالي بسبب التفرد بالحكم والغموض حسب تعبيره في الأردن عاد لغز الأغنام التي تدور حول نفسها بعدما أظهر فيديو صوره مواطن أردني قطيعا من الأغنام تقوم بالحركة ذاتها في محافظة الكورك جنوبي الأردن وجاءت هذه الظاهرة الغريبة بعد مرور أسبوعين من مشاهدة الأمر ذاته في الصين وفسرت وزارة وزراعة الأردنية ظاهرة التي يشهدها الأردن للمرة الأولى بوصفها سلوك أموم طبيعي بحسب بيان للوزارة وقالت هذه الأخيرة في بيانها أنها تابعت فيديو لأغنام تدور حول نفسها قد تم نشر على وسائل التواصل الاجتماعي وعليه تم تحديد الموقع من قبل كوادر مدرية زراعة محافظة الكورك حيث قامت بمتبعة الحالة وإجراء اللازم من خلال فرقة فنية متخصصة من كوادر البيترة في الكورك وإدارة التروة الحيوانية وضفت أنه بعد الكشف الحسي على واقع الحال فقد جاء الرأي الفني أن الأغنام الأمهات كانت تبحث عن موليدها في الحضيرة والمقسمة لعدة حضائر داخلية بعد رجوعها من المرعى وهذه الحركة هي مجرد سلوك الأمومة وقد تلاشى سلوك مباشرة بعد تواصل الأمهات مع الموليد لافتة إلى أن الفريق الفني لم يرصد أي أعراض مرضية على القطيع رياضيا قال يوسف انصيري لعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم إن المجموعة لن تكتفي بما حققتها فأنها عاصمة على موصلة المشوار في كاس العالم قطر 2022 بنفس الإرادة والإسرار وضف انصيري في حوار مع جريدة الراية القطرية نشرته في عددها اليوم السبت أن المنتخب المغربي نجح في تقديم مستوى جيد وتحقيق إنجاز كبير بالتأهل إلى دور ثمن على رأس مجموعة قوية جدا وفي إدخال الفرحة على قلوب كل الشعب المغربي مؤكدا أن ما تحقق كان حلم شعب كامل وليس المنتخب فقط وأبرز قلب هجوم المنتخب المغربي أن مباراة ثمن النهاية ضد المنتخب الإسباني لن تكون سهلة على الإطلاق وقال إن تركيزنا سيكون على أنفسنا وقدراتنا وإمكانية تقديم مستوى يليق بالمنتخب المغربي من أجل موصلة المشوار بنجاح في البطولة شاهدنا نهاية النشرة لمزيد من أخبارنا زر مقعنا الإلكترونيكا في فنكة قائمة شكرا على طيب المتابعة إهاد وصبع موفق إلى اللقاء اشتركوا في القناة